متابعي قناة انفو تيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة كنا من اوائل الناس اللي ركزنا على الذكاء الاصطناعي داخل كاب كات ورجعنا له النهارة ان شاء الله علشان نتكلم عن ميزة حتفيد ناس كتير جدا من منشئة المحتوى بالذكاء الاصطناعي وهذه الميزة موجودة في الماجيك تولز كلها عليك انت حتخش على الرابط الموجود في الوصفة اسفل فيديو تبتدي تستخدم كاب كات اونلاين وتروح لميزة الكرياتوز اي اي الموجودة تحت الماجيك تولز وحتبتدي ان انت تدوس عليها الفري اي اي فيديو ميكر ده من الادوات المميزة جدا داخل كاب كات وهنا اول ما حتبتدي تخش عليه لأول مرة دخلت عليه من هذا الحساب لأول مرة تلمك عن الاي اي اي فيديو ميكر وبيعمل ايه حبتدي ان انا ادوس اقول له continue وهلاقي اربع حاجات ممكن استخدم من خلالها الاي اي فيديو ميكر الانستانت اي اي فيديو ده بيعمل ايه ده بيولد فيديو من سكريبت انت بتختار الستايل وبتبتدي تجنريت الفيديو تاني حاجة الbrainstorm هنا الاي اي بيساعدك في عملية الbrainstorming اللي هو عصف الافكار وتلاقي معلومات عن الفكرة اللي انت قولدي عايزها ويبتدي ان هو يعمل لك سكريبت علشان تعمل به الفيديو وده coming soon لسه مش متاح المتاح الافاتار فيديو برضو اعتقد انه من الادوات اللي كتير جدا بيحتاجها في عمل المحتوى بتقدر ان انت تنشئ custom avatar avatar انت اللي بتزبطه من اللاي بيراري او من المكتبة بني انا على السكريبت بتاعك match media to script in one click انت بترفع الفيديوز وبترفع السكريبت وهو بيبتدي انه هو يعمل لك الفيديو النهائي احنا هنجرب النهاردة مع بعض الانستانت اي اي فيديو وايضا الافاتار فيديو اول حاجة هبتدي يدوس على انستانت اي اي فيديو هيظهر معايا الاتي هنا بيقول لي ده الستايل الموجود الخاص بالفيديو انت عايزة الستايل بتاع الفيديو بتاعك يكون اي انا هختاره يكون realistic film وهنا هبتدي ان انا ادخل السكريبت بتاعي اللي انا عايزاه او ان انا اروح هدوس على generate script وابتدي ان انا اقول له اكتب لي script انا هنا هدوس على enter script وحروح لشات جيبتي علشان يجيب لي ال story اللي انا عايزاها هبتدي احط التكست بتاعي هو الحادة دلوقتي ما بيدعمش اللغة العربية جربت ان انا احط script باللغة العربية انشأ لي الفيديو لكن قال لي ان الصوت اللي انا مختراه مش بي support اللغة العربية حاولت ان انا اسجل custom voice وحواليك دلوقتي custom voice حاجة تكون بصوتي ويستخدم صوتي ايضا عطاني تكست علشان اعمل train او ادرب عليه الذكاء الاصطناعي ايضا باللغة الانجليزية وبالتالي يعني لو عطاني voice هيكون باللغة الانجليزية ايضا بصوتي يعني انت لو حابب ان انت تدرب صوتك وتستخدمه فالحالة دي انت هتستخدم صوتك ولكن للسكريبت باللغة الانجليزية فالجزئية دي او الانستانت اي اي فيديو لسه الحد دلوقتي ما بيدعمش اللغة العربية هنا بالنسبة لي voices اعطيك voices مختلفة ده الvoice اللي انا كنت سجلته صوتي في عندك ومن اسم كده يعني الصوت يعني ده صوت فيه انفعالات عندك ايضا اصوات تانية كتير الاصوات اللي هي بالاخدر دي ويتستخدم على نطاق واسع ممكن ان انا استخدم اللي يو ايموشنز اكتر انا عايز حاجة فيها انفعالات وهنا بالنسبة للسطايل رياليستيك فيلم ممكن اختار سطايل تاني مختلف مش عارفة احب ان انا احب ان انا اجرب سطايل تاني مختلف وليكن السطايل الجيراسيك نجربه كده مع بعض وابتدي ان انا اقول له create هنا فيه تلات مراحل بيعدي بيها في عملية انشاء الفيديو اول حاجة بيسبلات السكريبت يعني بيقسم السكريبت انت بتديله السكريبت تبتدي يقسمه ويفهمه ده المشهد الاول التاني التالت ايضا بيبتدي انه هو يحط الفويس اوفر على كل مقطع من السكريبت وايضا جينريتينج ميديا ده اخر مرحلة وهنا بيقولك هو موضوع مش هيخد كتير يعني الموضوع كبير وخمس دقايق لحد ما ينشألك الفيديو اول ما هستستخدمه خالص هيقولك دقيقة بس بشكل عام طبعا الموضوع على قد السكريبت السكريبت قد ايه يعني كل ما السكريبت يعني طول او خد وقت اكتر اكيد هو هيخد وقت اكتر في عملية الكريات الخاصة او عملية انشاء الفيديو هنرجع مع بعض ان شاء الله باذن الله نشوف النتيجة بعد توليد الفيديو تم انشاء الفيديو بتاعنا ممكن اشيل كلمة الديسكريبشن ليه لا هنا اي سين مش عاجبني اقدر ان انا اشيله منتهى سهولة بروح ادوس عليه واقول ديليت هنا مدة الفيديو دقتين وخمستاشر ثانية وبتوصل كمان لحد عشر دقيق بيقدر يعمل لحد عشر دقائق لو انت عايز تعمل محتوى طويل تقدر تستخدم هذه الاداة لكن للأسف لحد دلوقتي ما بتدعمش اللغة العربية او الجزء ده بالتحديد اتأكد بس ان كل الحاجات اللي انت عملت عليها تعديل عملت لها update من المهم جدا انت تعمل update بتروح هنا تعمل update العلامة اللي هي الزرقة دي بتدوس عليها عشان يعمل update لكل جزء انت عدلت عليه علشان يتعدل عندك في الفيديو هنا نفس الموضوع انا عملت بس تعديلات سريعة ما حبيتش ان انا ضيع وقتكم بيها تم الانتهاء من التعديل على الفيديو وفي الاخر خالص لو انت اوكي مع الفيديو تمام بتبتدي ان انت تعمله export من هنا هو خلاص تعمل update عليه ببتدي اروح على export وهنا ال resolution ممكن لحد 4K اتمنى والفورمات هسيبه زي ما هو والframe rate زي ما هو والquality recommended high وحبتدي ان انا اقول له export حيبتدي ان هو يتعمله export وبعد ما يتم تصديره هنشوف مع بعض النتيجة النهائية كده بمكن يتعمل بطريقة احسن من كده ولكن علشان انا يعني بتجربوا معاكم live بصراحة يعني انا عملتوا live معاكم محضرتلوش مخصوص فحنشوف مع بعض دلوقتي النتيجة النهائية The climb to triumph A modest room Night Dim desk lamp Casts a warm glow Over a small desk Piled with books A young man in his 20s Adam Sits hunched over Scribbling formulas in a notebook His eyes are tired But his hand moves with determination They say I won't make it That dreams like mine Don't come true for people like us But I will prove them wrong For you dad I'll never give up Job شوفنا الفيديو اللي تم انشاؤه بالإنستنت AI فيديو دلوقتي حجرب معاكم الأفاتار فيديو كتير أكيد منكم بيدور على الأفاتار وهنا أنا هبتدي أختار شخصية من الشخصيات الموجودة الأفاتار اللي بيديها لي وهنا بتختار الأفاتار بتاعك حسب الكاتيجوري Casual Professional AI Generated Trending أختار Mr. Well وهنا هقول له Generate Script Five Tips To Be Accessible Man عشان تكون رجل ناجح خمس tips نصايح هنا ممكن تختار المينت انت عندك لحد تين منت أنا هختار يكون One minute بس أفترض أنه هو فيديو شورت وهنا بتختار Voice هختار يكون Strong British Man هنجرب مع بعض الأول باللغة الإنجليزية وبعدين نشوف موضوع اللغة العربية بيمشي بنفس المراحل Creating Script Creating Voice Over ويبتدي Apply Avatar ونشوف النتيجة بعد كده تم إنشاء الفيديو بتاعنا مدته 42 ثانية وبعد كده هبتدي أعمل له Export High Resolution 4K Export حيثي الفيديو يتصدر ومش هيكون عليه أي ووترمارك وده الجميل فيه وهنشوف الفيديو بعد التصديق Five tips to be a successful man No One Be ambitious If you want to be successful You have to be willing to take risks Don't play it safe Go for the things that scare you Number two Don't be afraid to fail Failure is how we learn The only way to succeed is by failing forward Number three Never give up There will be times in your life when things get really tough Don't quit Keep pushing Number four Be relentless Don't let anything stand in your way of achieving your goals And number five Be yourself Don't try to be someone else You are unique Embrace it If you want to be successful You have to be willing to do things that most people aren't You have to be willing to push through the pain and discomfort But if you do You will be successful I promise you that Now go out there and be successful Overview Shoveنا نتيجة مع بعض نتيجة جيدة جدا حلوة أوي الأفاتار الموجود للمحتوى المرئي عايدين نجربه باللغة العربية فحرجع مرة تانية أقول له أفاتار فيديو Try it والمرة هذه سبتدي أحط السكريبت بتاعي هدخل السكريبت وهختار صوت من الأصوات وأتمنى يكون بيدعم اللغة العربية هنا بيقول لك تقدر تنتج لحد 5 free users for a limited time فاخد بالك هنا هو محدد 5 استخدامات مجانية لوقت محدود بعد كده حبتدي ان انا اقول له create واتمنى ان هو يكون بيدعم اللغة العربية دي تجربة حبيت ان انا اجربها معاكم ممكن تنجح وممكن ما تنجحش ولكن احنا بنحاول وبنشوف مع بعض زي ما قلتلكم الفيديو النهاردة live تجربة على طول بجربه معاكم ما جربتوش لسه من قبل حبيت ان انا شارك الفيديو والتجربة بتاعتي لما بعد اجرب المواقع والتطبيقات ونشوف مع بعض النتيجة live فهنا هو لا يدعم اللغة العربية للأسف حبيت اجربوا معاكم live وتشوفوا معايا ان هو ما بيدعمش اللغة العربية اتمنى ان هو يكون قريبا بيدعم اللغة العربية لان بصراحة هو جيد جدا هل هو حيفضل مجاني لفترة طويلة على كاب كات اتمنى ايضا انه حتى لو كان limited زي الافاتار كده خمس مرات for limited time هيكون كويس جدا او حتى في الشهر ويتجدده اعتقد انها هتكون حاجة كويسة او ينمنشئ المحتوى ده بالنسبة لي ال اي اي فيديو ميكر الجديد الموجود في كاب كات وادات الذكاء الاصطناعي لانتاج فيديوهات طويلة طويلة ومجانية اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد وزاي بقولكم في نهاية كل فيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت يعني ده بيحفزنا دايما ان احنا نقدم كل جديد ولو كنت بتشوفنا لأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته واضح ان المشكلة